أفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه قد قتل القائد الميداني في حركة الجهاد فراس قاسم بغارة قرب الحدود السورية اللبنانية قال إن قاسم كان مسؤولا بارزا في قسم العمليات لحركة الجهاد في سوريا ولبنان ومن جهتها نعت الحركة ثلاثة من عناصرها بينهم فراس قاسم قبلها قال مصدر أمني لبناني للحدث إن هجوما إسرائيليا بمسيرة قد استهدف سيارة على طريق دمشق بيروت كانت قادمة من لبنان مؤكدا أن الهجوم قد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص ثلاثة منهم فلسطينيون إضافة إلى لبناني المصدر أوضح أن قتل هجوم المسيرة الإسرائيلية يتبعون لحركة الجهاد وأشار إلى أن القتلى كانوا ينشطون بنقل المقاتلين التابعين للجهاد إلى لبنان شدد نائب ومدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية دافيد كوهين على أن زعيم حماس في غزة يحيى السنوار هو صاحب القرار بشأن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار وليس إيران وأضاف أن إسرائيل قد أبدت جدية خلال جولة المفاوضات في القاهرة من أجل التوصل إلى اتفاق وقال كوهين إنه لا يعتقد أن خطر المزيد من التصعيد في الشرق الأوسط غير موجود أشار إلى أن إيران تلعب لعبة خطيرة بدعمها حماس وحزب الله والحوثيين في الوقت نفسه لا تريد وصول الحرب إليها